اشتركوا في القناة فالكاظم حين تسلم منصبه قال ان من اولى اولويات حكومته حصر السلاح بيد الدولة وانهاء النفوذ السياسي على مقدرات البلاد وحين سعى الى تنفيذ ما وعد به وجه عاصفة من ردود الافعال الغاضبة فتارة يتهم بالايقاع بين القوات الامنية والفصائل المسلحة وتارة اخرى بتنفيذ اجندات امريكية الاعتقال مجموعة تابعة الى جهاز امني من قبل جهاز امني اخر هذا محاولة ايجاد التضارب يقابلها في النقيض على الارض خارج اروقة السياسة خروج متظاهرين مساندين لارادة الحكومة بفرض سيطرتها على الواقع الامني كل هذه احداث ضغطة دفعت بالمشهد الامني الى الذروة نتاج عنها بعد ايام الافراج عن معتقلي الدورة لعدم كفاية الادلة على الرغم من اتهام الحكومة لهم بانهم المسؤولون عن زعزعة الامن واستهداف المقار والهيئات الدبلوماسية وما بين تصريحات سياسيين من الصف الاول التي تفيد بعدم وجود سيادة في الاساس للحفاظ عليها وما بين التهديد بالعزل واتخاذ اجراءات قانونية بحق الكاظمي الى رفض كتائب حزب الله تسليم سلاحها للدولة هناك توجه سياسي يقوده عشرة النواب لدعم الحكومة بفرض هيبتها وسيادتها ومساندتها بكل ما يتعلق باجراءاتها التصحيحية سياسيا وامنيا واقتصاديا ما يقود الى تساؤل مفصلي بشأن الفترة القادمة مفاده ما الذي قد تجيء به الجولة الثانية من فرض السيادة